اشتركوا في القناة السيد أحمد عبدالله الهاجري سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند السيد فؤاد صادق البحارنة سفير مملكة البحرين لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبدالرحمن محمد القعود سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الهند وقد أدى السفراء القسم القانونية أمام جلالة الملك المفدى بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينهم سفراء فوق العادة مفوضين كما استقبل العاهل المفدى كل من السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين لجمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور محمد غسان شيخو سفير مملكة البحرين لجمهورية اندونيسيا السيد أحمد محمد الدوسري سفير مملكة البحرين لليابان والسيد أحمد أو إبراهيم محمود أحمد سفير مملكة البحرين لجمهورية التونسية وذلك للسلام بمناسبة تعيينهم وقد هنى صاحب الجلال رعاه الله السفراء بمناسبة تعيينهم في مناصبهم معربا عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم الدبلوماسية الجديدة وتحمل هذه المسئولية الوطنية وكلفهم جلالته بنقل تحياته إلى أصحاب الجلالة والفخامة رؤساء الدول المعينين لديها وأبدأ جلالته توجيهاته السديدة للسفراء لتعزيز علاقات مملكة البحرين مع هذه الدول الشقيقة والصديقة تأكيدا لنهج المملكة في تطوير علاقاتها وتنميتها مع هذه الدول القائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم والتنسيق والتعاون المشترك خدمة للمصالح المشتركة كما وجههم جلالته إلى الاهتمام بمصالح أبناء المملكة في هذه الدول ورعايتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم كما أكد جلالته على أهمية الدور الذي يطلع به سفراء البحرين في دعم مجالات التعاون المشترك في مختلف البلدان وفتح أفاق جديدة لمزيد من هذا التعاون المثمر والبناء وبما يخدم العلاقات الطيبة التي تربط مملكة البحرين بهذه الدول وتعزيزا لدور المملكة ومكانتها في محيطها الإقليمي والعربي والدولي وقد رفع السفراء عظيم شكرهم وأخالص امتنانهم وتقديرهم إلى المقام السامي لصاحب الجلال حفظه الله معربين عن بالغ اعتزازهم بهذه الثقة الملكية السامية مؤكدين بأن توجهات جلالته الكريمة تشكل حافزا لهم لبذل المزيد من الجهود والعمل على تعزيز أواصر التعاون وروابط الصداقة مع هذه الدول متطلعين بأن يوفقهم الله سبحانه وتعالى في أداء مهامهم على أكمل وجه خدمة للبحرين وشعبها الكريم